ومعنا مشاهدين الكرام لمزيد من تحليل من إسطنبول سيد نظير الكندوري النداوي عفواً الكاتب والمحل السياسي العراقي مرحباً بك أستاذ نظير معنا حياك الله حيا مشاهدي قناتكم الكريمة وحياك العبادي كان يطمح إذن في الحصول على 100 مليار دولار من أدول مانحة لكن حكومة العبادي لم تحصل إلا على 30 مليار جل هذه المبالغ قروض ما رؤيتك وقراءتك لنتائج مؤتمر الكويت يعني ما أسفر عنه المؤتمر المانحين في الكويت لم يكن مفاجئاً لجميع المراقبين ما كان يمني نفسه العبادي بالحصول على مليارات عديدة كمنح لحكومته قد تبددت وأستعيض بها بمبالغ لا تصل إلى سوى ربع هذه المبالغ ولكن على شكل قروض بمعنى أنه سوف يكبل الشعب العراقي بقروض طويلة الأجل إضافة للقروض التي أخذها سابقاً هو أضافة مجموعة من القروض الجديدة التي يتوجب على الشعب العراقي أن يدفعها في يوم ما المؤتمر فشل فشلاً ذريعاً وهو كان المتوقع وجميع المراقبين قالوا بهذه النتيجة والمؤتمر ونتائجها تدلل بشكل كامل بأن هذه الحكومة التي في بغداد قد فقدت مصداقيتها أمام العالم بحيث أنه لا توجد مصداقية بهذه الحكومة لكي تعطى أموال كمنح أو إعادة عمار لأنها تعرف بأن هذه الأموال إما ستذهب إلى جيوب الفاسدين سواء في الحكومة أو ربما تجد طريقها إلى الدولة الجارة والتي هي عرابة العملية السياسية في العراق هذه الدولة الجارة أليس غريباً في مؤتمر دولي كهذا أن لا تقدم إيران أقصد بالدولة جارة إيران أي قروض في هذا المؤتمر وهي من الدول الداعمة والأكثر قرباً لحكومة العبادي ليس مستغرباً لأن إيران هي سياستها تجاه العراق هي سياسة باتجاه واحد بمعنى أنها تحاول تستفيد اقتصادياً ونفوذاً سياسياً وعسكرياً ولكن باتجاه واحد فائدة إلى دولة إيران وكذلك الأمر أيضاً يتعلق في سوريا الأمر إيران تحاول من خلال هذه العملية سنزاف البلد العراقي وهو ليس مستغرباً فقبل بضعة أشهر حاول بعض السياسيون الإيرانيون أن يطالبوا بتعويضات الحرب الثمانينات ولكن بسبب انهيار الاقتصاد العراقي تم تأجيله فهي لم تتنازل عن تلك الأموال وتدعي بأن حكومة صدام حسين قد دمرت إيران ويجب أن هذه الحكومة تعوض هذه الخسائر وتعطي أموال لإيران فليس من المستغرب أن لا يكون لإيران أي مساهمة في منح العراق أو منح حكومة العراق أي مبلغ ولو كان زهيداً ولو حتى على مستوى القروب بل بعض المحللين يتوقع الأكثر سوءاً يعني مركز الإعلام والدراسات الاستراتيجية ذكر أن إيران تنهب ثروات العراق وسوريا منذ أكثر من عقد إلى أي مدى من الممكن أن يشمل ذلك مؤتمر الكويت ما شمل ثروات العراق في السابق من الفساد يعني الأخبار تأتي يوماً بعد يوم على محاولات إيران التجاوز على بعض الأراضي العراقية التجاوز على بعض أبار النفط في المناطق الحدودية كذلك حتى في سوريا في العام الماضي قد كبلوا سوريا بصفقات اقتصادية وكأنما هي تحاول أن تجني ثمار محافظتها ودفاعها عن النظام السوري فكانت هناك اتفاقات اقتصادية مجحفة بحق سوريا هذا دليل على أنها لديها رؤية هي تريد أن تقاتل بجنود من العراق والسوريا هي تريد أن تسخر اقتصاد هذين البلدين لصالحها وتحاول أن تستنزف هذين البلدين بكل طريقة وهذا أيضاً ينطبق على الدول التي ربما ستكون مرشحة ليكون مصيرها مثل العراق ومثل سوريا وأقصد بها اليمن ولا نعلم أين ستنتهي لو بقيت إيران على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة في أطماعها بالبلدان العربية هناك من يرى أن دول الخليج حريصة على زيادة مشاركتها في إعادة أعمار العراق لهدف من أجل تحدي إيران إلى أي مدى يمكن أن يتحقق ذلك بإعادة العراق إلى حضنه العربي عبر هذه المشروعات يعني مراقبتنا للسياسة العربية وخاصة الخليجية إزاء العراق نجد أنها تأخرت كثيراً في محاولة أن يكون لها دور فاعل في مصير العراق وخاصة بعد الاحتلال وعندما قرروا أن يكون لهم دور كبير في العراق وإرجاء العراق إلى الحاضنة العربية يعني أظن بتقييمي الشخصي أنهم أخطأوا الطريق فدعم حكومة ميليشياوية بهذا السوء ودعم عملية سياسية فاسدة بهذا النموذج الذي يحصل في بغداد هو ليس الطريق الأصوب لإعادة العراق للحاضنة العربية بينما لو كانت لهم مساهمة في محاولة إعادة التوازن لمكونات هذا البلد هو الذي سيجعل من العراق بلداً فاعلاً كما كان سابقاً ويرجع إلى حاضنة العربية وإلا فإن دعم حكومة مثل حكومة عبادي أو غير سابقتها حكومة المالكي هل سيصب في مصلحة العرب؟ بالتأكيد لا يصب في مصلحة العرب وحتى الآن هم يدركون هذه الحقاق جاءت مساعدتهم في مؤتمر المانحين على شكل قروض وبعض استثمارات ومبالغ بسيطة جداً على شكل منح هذا يدلل أيضاً على أنهم ما زال هناك لديهم تخوف من هذه الحكومة وما زال لديهم هناك شك كبير بأن أي دعم لهذه الحكومة سوف لن يصب في مصلحة العرب ولا مصلحة دول المنطقة من أجل ذلك مركز الأبحاث الأمريكي سترتفور وصف عملية عادة أعمار العراق بالمهمة الصعبة أو كما جاء في تعبيره أشيائكة يعني ما الذي تقرأه من هذا الوصف؟ بالتأكيد هي أشيائكة لنتخيل لو أن حكومة بغداد قد ناجحت في الحصول على المبالغ التي تريدها يعني أين ستكون مصير هذه الأموال؟ بالتأكيد سيكون مصيرها للجيوب الفاسدة إضافة إلى أنه حتى لو عزموا على إقامة مشاريع تنموية وحتى لو في المناطق التي لم تكن ساحة حرب مع داعش فهناك الميليشيات هل من المتوقع أن تسمح لأي مشروع استثماري أو أي مشروع يغطي المنية التحتية أن يمر بدون أن تأخذ نصيبها من هذه العملية؟ هذا الأمر واضح بالعراق الجماعات المسلحة والتي على رأس الميليشيات سوف لن تسمح بأي استثمار أو أي إعادة بناء إذا لم يكن لديها حصة الأسد وهذا الأمر واضح لدى العراقيين إذن بعد خيبة أمن العبادي وحكومته في هذه المنح مقابل استثمارات كما ذكرتم وقروض إلى أي مدى يمكن أن تورط الأجيال المقبلة في قروض طويلة الأجيال تكبلها مستقبلا؟ هذا الأمر الذي يفكر به كثير من المثقفين العراقيين وأصحاب الرأي بأن نحن سائرون في مصيدة كبيرة يعني هؤلاء السياسيون سيأتي اليوم الذي يخرجون ويحاسبون على كل ما فعلوه في العراق ولكن هذه القروض هي اتفاقات دولية ستلزم بها أي حكومة أخرى تأتي بعد هؤلاء الفاسدين بدفعها وسوف يتكبل الشعب العراقي بقروض كبيرة وضاهظة فتجعل النهضة الحضارية النهضة الصناعية النهضة البلد عسيرة وصعبة وربما تستغرق سنوات طويلة فهم يحاولون أن يأكلون من أجيالنا اللاحقة فهل وصل الأمر إلى ليس سرقة الشعب العراقي الحالي إنما سرقة الأجيال القادمة وهذا في منتهى الخصة ومنتهى الظلم نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد نظير النداوي وشرطا من إستبول الكاتب والمحل السياسي شكرا جزيلا لك حياك الله